سلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في مهارة ومعلومة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم معكم أخوكم محمد زتاوي اليوم نتعرف على موقعين عالميين موقعين فيهم كورسات علمية هذه الكورسات المقدمها شركات وجامعات معتمدة وعلى مستوى عالمي جدا خلينا نشوف هدول الموقعين ونتعرف كيف ممكن نتعامل معهم أول موقع اسمه كورسيرا هذا الموقع تقريبا يعني عامل ارتباط مع أكثر من 200 جامعة وشركة رائدة في مجالها وطبعا زي ما انتم شايفين قدامكم داك إلينوز جامعة إلينوز داك يونيفرسيتي جوجل اي بي ام ستانفورد يعني بتسمع أسماء ضخمة فتخيل هاي الأسماء هي المقدمة هاي الكورسات هي المقدمة هاي الكورسات طبعا ممكن تعملوا انتم من ناحية جوين فور فري اللي هو تعمل أكاونت فري بهذا الموضوع ورجستريشن عادي العملية وهاي الكورسات اكيد راح تعطيك فيدباك عن انه ممكن تشوف المهارات الحديثة تستعد انت للعمل تحصل على شهادة تطور منظمتك من خلال هاي الكورس اللي مقدمة من هاي الجهات العالمي بكل بساطة بكل بساطة انا ممكن اجعل اكسبلور اتصفح هون عندي المواضيع هلا اشوف انت الكاتيجوري تبعتك كوين كمبيوتر سايينس داتا سايينس انفرميشن تيكنولوجي ومثلون هشوف انت الفيل تبعك مثلا انا بدي اجعل انفرميشن تيكنولوجي اجعل موضوع سايبر سيكوريدي اوكي انا شوفوا هون على الانفرميشن تيكنولوجي اجعل السايبر سيكوريدي طبعا شوفوا الشهادات هون من جايه ها مستر اوف كمبيوتر سايينس باتر افبلايات اراتي سايينس يعني ديجريز رائعة جدا الان اجعل السايبر سيكوريدي واضغط عليه لاحظوا يا جماعة هون الان هاي صفحة بتبينني اللي هو السايبر سيكوريدي كورسي اوكي السايبر سيكوريدي كورسي طبعا هون في عندك فلتر باي ممكن بدك اللغة الليفل دوريشن سكيلز بارتنر من مين يعني اللي هو لرنينج بردكت انت سون فانت بتحدد الفيلد بعد ما تعمل او مواصفات الدور اللي بدكيها من خلال عملية الفلتره هون ولاحظ هون عندك الكورسيز مقدمة من اي بي ام اي بي ام سايبر سيكوريدي اناليست اي بي ام اي تي فاونديمانتل سايبر سيكوريدي اي بي ام تردكشن تو سايبر سيكوريدي نيويورك جوجل اي تي سبورت اوكي جوجل سايبر سيكوريدي او ميرلاند اوكي كوليج بارك يعني دورات اسماء رناني تخيل كورسيز كامل وطبعا مبين عندك كم طالب فيها مشترك شرية تبع الدورة شر المستوى الى اخر وهذا الشي انت بتقدر تحدده من الفيلتر باي من هون طبعا هاي الطريقة اللي ممكن تفوت على اي كورس بدك اياها من هون وبتشوف تفاصيل الكورس كاملة الى اخره من هون و و الى اخره وطبعا ممكن تحدد المواصفات اللي بدك اياها وتعرف متى تشترك في هذا الكورس هذا اول موقع نيجي على الموقع الثاني اسمه FutureLearn نفس الشي مرتبط مع جامعات وشركات كبيرة زي ما انتم شايفين اللوغوز هون وعندوا فيدباك حلو كثير رح يعمل لك ممكن اجي انا مباشرة على السبجيكتز هون اختار الكاتيجوري الملائم الي اعطاء اي تنكمبيوتر سانس اختار اي تنكمبيوتر سانس اختار اي تنكمبيوتر سانس حدد زي عملية الفلترة انا مثلا شايف نفسي في الموضوع مثلا الكودينج باكبس علي هون لاحظ تطلع الهون ودسكريبشن للهون تقوم بإجراء مكان للمشاهدين، تقوم بإجراء الإنكريبشن والكريبتوفرافي، وبروغراميج 1.02 وهو إلى آخر، وشوف كم دورات عندك في هذا الموضوع، وممكن طبعاً تعمل مور وتشوف دورات كثيرة، وكل دورة مكتوب كم مدتها، كم ساعة، شو بتحمل، شو بتحتوي، إلى آخر، فهون القضيه ما فيها كل ما عليك تشوفي الـ subject والـ area اللي انت فيها، راح اضطرركم هذول الموقعين الرأعين في الـ description لعل و عسى تستفيدون منهم ان شاء الله، أتمنى ان الحلقة عجبتكم، وشوفتوا فائدة بسيطة جداً، لا تبقوا العنالين بلايك وسبسكرايب وشيره، وانتظرونا في كل جديد، سلام عليكم